موسيقى تواصل وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية لتصدر محاولات حجب السلع للتداول في الأسواق وتصدر المحتكرين وقضايا غش المستلزمات الطبية حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فرعها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط نحو سبعة أطنان سلع غذائية مختلفة الأنواع لدى مالك مغزا تابع لمحل غير مرخص للسلع الغذائية بالإسكندرية حجبها عن التداول لبيعها بأزيد من السعر المتداول في الأسواق وضبطت المسؤول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة لتجمعه قرابة 33 طن سلع غذائية مجهولة المصدر بهدف بيعها بالسوق السوداء كما نجحت في ضبط طن ونصف مقطعات لحوم ودواج غير صالحة للاستهلاك الأدمي لدى مالك مطعم للوجبات الجاهزة بالجيزة وعلى صعيد ضبط المستلزمات الطبية التي يتم حجبها عن التداول أو التي يتم غشها استغلالا لإقبال المواطنين عليها تمكنت الإدارة من ضبط نحو سلاسة آلاف عبوة وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن كفازات يدوية وكمامات طبية جمعها مالك محل للمستلزمات الطبية بالشرقية لبايعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق وضبط مالك محل للمستلزمات الطبية لحجبه 15 ألف قطعة مستلزمات طبية عن التداول بالأسواق لبايعها بأزيد من أسعارها وعلى مستوى محافظة الجيزة تم ضبط مسؤول عن مصنع بدون ترخيص للكمامات وتاجر لقيامهما بتصنيع كمامات طبية من خامات رضيئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية وأمكان ضبط خمسين ألف كمامة طبية ومواد التصنيع وضبط سلاسة أشخاص يقومون بتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات وبحوزات أكثر من خمسة آلاف كمامة معدل البيع وأخرى تحت التجهيز ومواد وأدوات التصنيع وضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة الأدوية بالبحيرة لحيازة أربع وثمانين ألف قرص أدوية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبذلك بلغ عدد ما تم ضبطه من قضايا تمونية متنوعة خلال أربع وعشرين ساعة لمستوى الجمهورية ألف وست واربعين قضية جهود أجهزة وزارة الداخلية امتدت إلى المساهمة الفاعلة في مساندة جهود الدولة للتصدي لمخاطر فيروس كورونا المستجد من خلال حملات أمنية متواصلة تشنها أجهزة الوزارة بهدف متابعة مدى التزام المواطنين بالقرارات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في هذا الصدد وفي مقدماتها قرار حظر حركة المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا وغلق المحال والمقاهي والكافتريات والملاكز التجارية من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا والغلق التام للأندية الرياضية وملاكز الشباب وصلاة الألعاب الرياضية وكذلك أماكن الأنشطة التعليمية ونجحت خلال أربع وعشرين ساعة في غلق ألف واربع وثمانين محالا عاما خالف قرار الغلق وضبط مائتين واثنتين وعشرين قاضية تدول الشيشة وغلق ثلاثمائة واثنين عشر مكان لأنشطة تعليمية وسوف تواصل وزارة الداخلية آداء دورها الفاعل للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع